طبعاً أولاً أنا بشكر نيافة الحبر الجليل الأنبى قرمية وطبعاً ده شرف كبير لي أن أنا أجلس بجواره في هذا المحفل العظيم يعني أنا العميد دكتور أحمد المتولي أستاذ مادة التاريخ العسكري أو مدرس مادة التاريخ العسكري تحديداً يعني أنا في الكليات العسكرية ما فيش لقب أستاذ يا مدرس يا مستشار أنا مستشار أكاديمية العسكرية مستشار كليل طب ورئيس مادة التاريخ العسكري في الأكاديمية العسكرية في الكليات الحربية يعني وعضو اتحاد المؤرخين العرب وعضو جمال مصرية للدراسات التاريخية وحصل على درجة الليسانس والماجستير والدكتوراه من جامعة القاهرة كتاب العرب وحرب وكتوبر هو كتاب يمكن استغرق في أعداده أكتر من أربع أو خمس سنوات تناول الموقف العربي من حرب أكتوبر والدعم العربي للقوات المقاتلة في أكتوبر سواء الجبهة السورية أو الجبهة المصرية ويمكن أنا هنا هتوقف قليلا يعني أن الدعم العربي في حرب أكتوبر لم ولن يتكرر نهائيا حتى هذه اللحظة يعني لم يسبق أن دعمت الدول العربية الدول أو دول الطوء لمصر وسوريا والأردن مثلما دعمتهم في حرب أكتوبر ويمكن هذا الدعم عاد بالنفع الكثير على الدول العربية وده يمكن هنوضحه يعني في اللاحقة الدور العربي يمكن هو مش واضح كتير أو معظم معظمنا ما يعرفش الأدوار العربية في حرب أكتوبر الدول الرئيسية التي قاتلت في حرب أكتوبر هي مصر وسوريا ولكن في دولة دايما نغفل عنها والأسف الشديد هي كانت محل عدوان أمريكي في 2003 هي دولة العراق الجيش العراقي بالكامل كان بيقاتل على الجبهة السورية مع بعض الألوية البسيطة التي تركت لتدافع عن الجبهة الشمالية والجبهة الإيرانية الجيش العراقي كله بالكامل كان بيحارب على جبهة الجولان وأحد اللواءات المضرعة العراقية وهو اللواء 12 مضرع عراقي عندما وصل إلى الجبهة وتحديدا يوم 12 أكتوبر كانت القوات الإسرائيلية تمكنت من اختراق القطاع الشمالي والقطاع الأوسط محدثة ثغرة كبيرة جدا وتوجه أحد اللواءات المضرعة الإسرائيلية جنوبا لحصار دمشق وتقابل هذا اللواء مع اللواء 12 مضرع العراقي واستطاع هذا اللواء المضرع العراقي من إيقاف وصد وتثبيت اللواء المضرع الإسرائيلي وإجباره على الانسحاب مرة أخرى واستطاع سد الصغرة الموجودة في خط الدفاع السوري يمكن الجبهة السورية كان لها وضع مختلف تماما عن الجبهة المصرية الجبهة السورية كان بتمثل خطر كبير جدا 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 لإسرائيل عنه عن الجبهة المصرية الجبهة المصرية كان فيه عمق نحن ما نتكلم ناحية العسكرية فيه عمق كبير جدا موجود ما بين خط قناة السويس وحدود فلسطين المحتلة أما على جبهة الجولان الجيش السوري استطاع التقدم ويوم 7 أكتوبر كان بيهدد مستوطنات شمال إسرائيل ومستوطنات الجليل وما يطلق عليه حاليا إصبع الجليل فكان المجهود الرئيسي اللي وجهته القيادة الإسرائيلية في هذا التوقيت هو للجبهة السورية ويمكن في الساعات الأولى من الحرب توجهت مجموعة من القوات الخاصة السورية تدعمها كتيبة مغربية للاستيلاء على مرصد جبل الشيخ المرصد ده اللي كان بيرصد جميع الاتصالات وكل تحركات القوات العربية في محيط منطقة الجولان عموما يعني سوريا والأردن وكان مدعم هذا المركز أو مرصد جبل الشيخ بأحدث الأجهزة الإلكترونية للرصد والتصمد هذا المرصد تم الاستيلاء عليه يوم 6 أكتوبر بوسطة القوات الخاصة السورية واستطاعت الكتيبة المغربية من احتلال سفوح جبل الشيخ وتم نقل جميع الأجهزة بتاعة مرصد جبل الشيخ إلى الداخل السوري ومنها إلى الاتحاد السوفيتي في هذا التوقيت للاستفادة من تلك الأجهزة على الجانب الآخر كان في بعض القوات اللي ساعدت بالنسبة للجبل السورية برضو مش عايز أغفل نقطة أن إسرائيل وجهت مجهودها بالكامل لحد يوم 14 إلى الجبهة السورية واستطاعت أن تحقق على الجبهة السورية يمكن إنجازات مش عايز أقول انتصارات يعني إنجازات كثيرة على الجبهة السورية يمكن الجبهة السورية كانت نقطة ضعف شوية بالنسبة لحرب أكتوبر يعني الحرب في مجمالها مجموعة من المعارك وليست معركة واحدة استطاعت إسرائيل أن تحقق بعض الإنجازات البسيطة ثم توجهت إلى الجبهة الجنوبية اللي هي جبهة مصر بعد عملية تطوير الهجوم يمكن اللي استفادت منه الدول العربية في دعمها للقواتين المقاتلتين في هذا التوقيت مصر وسوريا موضوع البترول يوم 15 و 16 أكتوبر مؤتمر فيينا ثم أعقبه رفع أسعار البترول ممكن معظمنا ما يعرفش أن سعر برميل البترول قبل قيام حرب أكتوبر كان 2 دولار 61 سنت استطاعت الدول العربية في مؤتمر فيينا أن ترفع السعر إلى 3 دولار 21 سنت ثم لم توافق بعض الدول الأوروبية على زيادة الأسعار وتم الحظر النفطي وارتفعت أسعار البترول من هذه الأسعار المتدنية لتصل في نهاية ديسمبر سنة 73 إلى 12 دولار طبعا نحن نتكلم في دولارات بسيطة لكن هذا المبلغ يكلف ميزانيات الدول حتى مثلا ميزانية للطاقة مثلا 2 مليون أو 3 مليون دولار عشان تستورد المنتجات البترولية تضاعف هذا المبلغ إلى أربع ضعاف فبالتالي أثر على حاجات كثيرة جدا في الدول الأوروبية وسبب نوع من أنواع الخلل في موازين مدفوعاته وميزانيات هذه الدول في هذا التوقيت نتيجة لرفع السعر من 2 دولار وكسور إلى 12 دولار وكسور وصل فيه بعد حوالي 10 سنوات إلى 67 دولار كل هذا نتيجة لحرب أكتوبر ودماء من قاتلوا في حرب أكتوبر الدماء التي دفعت في حرب أكتوبر كان ثمنها ارتفاع النفط وازدهار الدول العربية النفطية تحديدا أرجع مرة تانية للجابهة المصرية الجابهة المصرية دعمت من بعض الدول في بعض الدول كانت أرسلت بعض الكتائب زي الكويت كانت موجودة قبل الحرب العراق أرسل قوات طبعا للجابهة السورية وبعض أصراب الطائرات التي قاتلت وشاركت في القتال اعتبارا من يوم 8 أكتوبر وأنما الجهد الرئيسي الأساسي كان للقوات المصرية على الجابهة الجنوبية تحديدا أو جابهة مصر أو جابهة قناة السويس نحن بنتكلم على الإنجاز الحقيقي في حرب أكتوبر هو اقتحام منع قناة السويس وإكتياز خط برليف ولمن لا يعرف ما هو خط برليف خط برليف ليس ساترا ترابيا كما هو موجود في الصورة الزهنية لدى الكثيرين ولكنه أبارى عن مجموعة من النقاط الدفاعية والمواقع الحصينة عددهم 31 نقطة قوية موزعين في 22 موقع حصين وموزعين في ثلاثة أنساق النسق الأول على حفة القناة والنسق الثاني من 300 إلى 500 متر والنسق الثالث من 3 إلى 5 كيلو اكتياز هذا الخط كان معناها سقوط نظرية الدفاع الإسرائيلي وسقوط نظرية الدفاع الإسرائيلي معناها انهيار نظرية الأمن الإسرائيلي وإذا انهارت نظرية الأمن الإسرائيلي فكل ما قامت به إسرائيل من 48 لحد 67 ليس له جدوى بمعنى أن نظرية الأمن الإسرائيلي بنيت على مبدأ الحدود الآمنة أن إسرائيل لابد أن يكون لها حدود آمنة يعني إسرائيل ما ينفعش تصحى من نوم الصبح تلاقي المصريين فوق دماغهم لازم يبقى اليوم حدود بالضبط وبالمناسبة أول من ابتدع مبدأ الحدود الآمنة في التاريخ هو الملك المصري القديم تحطمس الثالث وقبله سبقه طبعا أحمص عندما طرد الهكسوس وبنى قلاع للدفاع في منطقة الشام إنما تحطمس الثالث حدود مملكته كانت كبيرة جدا لذلك هو أول من طبق فعليا مبدأ الحدود الآمنة إسرائيل بنت حروبها بنت نظرية الأمن لإسرائيل على مبدأ الحدود الآمنة واجتازت ثلاثة حروب تمانية واربائين ستة وخمسين سبعة وستين من أجل تطبيق هذا المبدأ من أجل أن يكون لها حدود آمنة وعندما حققت الحدود الآمنة التي ظنت أنها آمنة انهارت تماما في تلاتة وسبعين عندما كان لها تلك الحدود بمعنى لما حققت النظرية النظرية دي انهارت تماما في تلاتة وسبعين وأما ما يقال في الوقت الحالي وما سبق عن أن إسرائيل انتصرت في حرب أكتوبر وأن الأيام الأولى من الحرب كانت لصالح المصريين ثم انقلبت هذه الكفة هذا الكلام غير صحيح نهائيا طبعا مش عايزة أتجاوز الوقت بتاعي بس أنا بأوجز النقاط يعني هدف أي حرب في الدنيا هو هدف سياسي وليس هدف عسكري الهدف العسكري الغرض منه تحقيق هدف سياسي بمعنى أننا المضخوط حرب عايزة حقق هدف سياسي معين حرب أكتوبر كان الغرض منها تحرير الأرض وليس استرداد سيناء كلها بالكامل لأنك المطلوب مننا أن نستولي على شريط ضيق على شرق القناة علشان نبتدي نتفاوض بعد ذلك لأن إمكانياتنا في هذا التوقيت لا تكفي أن نعبر القناة حتى نحن يمكن أن يكون سامير يعلم جيداً حجم المقارنة أو حجم المسافة بين الطائرة الميجي 21 والطائرة الفانتوم الإسرائيلية لا وجه مقارنة نهائية إحنا يعني زي ما بنقول قدرنا نحقق المعجزة بأقل إمكانيات إمكانياتنا لم تكن تتجاوز ذلك الخط اللي إحنا وصلنا له بالعكس إحنا حققنا أكثر منه بكثير حرب أكتوبر كان الغرض منها أن أنا عدي القناة وبقى موجود شرق القناة وابتدي حط حد للتفاوض وده فعلاً اللي تم وأنا حققت هذا الهدف وعملت منفاوضات مع إسرائيل سواء في الكيلو 101 ثم اتفاق فض الاشتباك الأول في يناير 74 ثم اتفاق فض الاشتباك الثاني أو الفصل الثاني بين القوات في 75 واللي بموجبه إسرائيل انسحبت حتى خط المضايق أو خط الممرات اللي هو 55 ل60 كيلو متر شرق قناة السويس وتوقفت العملية حتى ذلك لحد زيارة الرئيس السادات للأوتس في 77 في نوفمبر 77 اللي أعقبها توقيع اتفاق كامب ديفيد في ستمبر 78 واللي أعقبه بعد ذلك اتفاقي السلام في كامب ديفيد 78 الفلسطيني والمصري ثم موحدة السلام في مارس 79 والتي نعيش على روحها حتى الآن برغم من يعني طبعا دي وجهة نظر شخصية أنها ماتت المصري حققته في حرب اكتوبر كان نتيجته نانا تفاوط وهي المرة الوحيدة والأخيرة التي انسحبت فيها إسرائيل من أراضي احتلتها لم يسبق لإسرائيل أن انسحبت من أي أرض احتلتها نهائيا إسرائيل بتخش الأرض والأصبات بتاعتها إسرائيل انسحبت وبالتالي تحقق الهدف من حرب اكتوبر على الجانب الآخر إسرائيل لم تستطع إيقاف القوات المصرية من عبور القناة وبالتالي لم تحقق هدفها من حرب اكتوبر واللي بيحقق هدفه في الحرب هو المنتظر ده باختصار شديد جدا طبعا للأسف الشديد طبعا للأسف أن أنا بقول الكلام ده أن العرب لم يكتمعوا على كلمة واحدة سوى مرتين اتنين المرة الأولى عندما اكتمعوا على حظر النفط عن الدول التي تدعم إسرائيل في 73 دي المرة الأولى أما المرة الثانية فاكتمعوا على مقاطعة مصر بعد موحدة السلام فقط لغير لم يكتمع العرب نهائيا على كلمة خالص ومش هيكتمعوا لأسف أنا أسف فيها أن أنا بقول كده بس طبعا وده رأي شخص يقبل الصواب أو الخطأ في إجازة سريعة موضوع وثائق حرب اكتوبر القوات المسلحة لها دار وثائق خاصة بها فيها كل الوثائق لكن ما ينفعش زي ما نيافة الأنباء قال إن فيه وثائق تخرج عشان دي ممكن تدر بالأمن القوي الموضوع الثاني موضوع التوثيق القوات المسلحة عملت ندوة استراتيجية سنة 98 أولا عملت ندوة سنة 75 وأصدرت هذه الندوة في كتاب أعتقد موجود في المكتبة المركزية جامعة قاهرة عن حرب اكتوبر لا ده غير 98 أنا بكلم 75 وتحدث فيها المشير الجمصي وهذا الكتاب يعتبر نادر مش موود يعني هتحرك لو حبيت ترجع له هتلاقيه في المكتبة المركزية الجامعة القار الندوة ندوة حرب اكتوبر سنة 1975 عملت بعد كده قوات المسلحة ندوة استراتيجية سنة 98 بمناسبة مرور 25 سنة على حرب اكتوبر وأصدرت أربع مجلدات زي ما ساتة لواء محمد قال وبعد كده أعيد إصدار هذا الموضوع أنا ما كنت في شون معنوية كنت ببحث عن الكتب بتاع الندوة دي ما كنتش لاقيها خالص أعيد إصدارها مرة أخرى من الهيئة المصرية العامة للكتاب وصدرت الأربع مجلدات صدرت منهم ثلاثة لأن المجلد الثالث هو المحور العسكري هم أربع محاور من ضمنهم المحور العسكري ده لم يصدر يعني ثلاث محاور أخرى موجودين في الهيئة المصرية العامة للكتاب آخر حاجة عشان لا أطيل يعني موضوع الطيارة الصديق العزيز الأستاذ ميلاد قال عليها وسيدة لواء سامير هو بتاعت مكتب سكندرية في بيت سناري في سيدة زينب والدكتور أحمد زايد مدير مكتب سكندرية سأل سؤال لو حضرناك تتذكر يعني وأنا جاوبت عليه هل كان قرار طرد الخبراء الروس من مصر الذي اتخذه الرئيس السادات صحيح أم خطأ لو حضرناك تتذكر هذي الإجابة الصورة دي بتوضح جدا إن قرار طرد الخبراء الروس كان قرار سأحمي أنا أقول لك الإجابة اللي أنا جاوبتها بعد إذن نيافة الأنب يعني أنا محب أجاوب على حاجة زي كين أنا أتكلم من الجانب الأكاديمي لأنها في 33 و70 كان عندي ثلاث سنين بالزبط عندما أريد أن أجيب عن حادثة تاريخية لابد أن أستدعي مناهج البحث التاريخي في هذا الموضوع لابد أن أستدعي منهج التاريخ الافتراضي ما هو منهج التاريخ الافتراضي ماذا لو أقول بقى ماذا لو لم يتخذ السادات قرار طرد الخبراء الروس أول حاجة خالص كان جزء كبير مساحة كبيرة من النصر العسكري المصري العربي حينسب للروس زي ما الصورة دي بتوضح ده رقم واحد نمرة اتنين احنا كنا هنستدعي حرب عالمية تالتة على أرض إقليمية لأن الروس سيكونوا موجودين في مصر بحرب إسرائيل وأمريكا هتنزل تحارب الروس ويبقى حرب عالمية على أرض إقليمية تالت حاجة والنقطة المهمة أن المفاجأة الاستراتيجية لم تكن لتتحقق لو أن الروس كانوا موجودين لأن خبر الحرب عندما علم به الروس سحبوا جميع العائلات الروسية من القاهرة ودمشق بالتزامن يوم 5 أكتوبر على مرأة ومسمع من جميع أجهزة الإعلام العالمية يعني بيقولوا للعالم كله في حاجة هتحصل في مصر وسوريا فأنا بستاذي بقول ماذا لو لم يتخذ السادات هذا القرار كان هيحصل كده يبقى هذا القرار صحيح أم خاطئ منهج التاريخ الافتراضي بيوجد قرار صحيح 100 في جنيه السادات له عبقرية في اتخاذ القرارات ومنها قرار حرب وكتوبر أن السادات اتخذ قرار حرب وكتوبر من اقتناع الآخرين بعجزه عن مجرد التفكير في خوض هذه الحرب النقطة الأخيرة برضو اللي أنا عايز أوضحها برضو أنا عايز طبعا للإطالة أن إسرائيل لما خضت حروبها الثلاثة ثمانية عربين ستة وخمسين سبعة وستين خضتها من حدود اعتبرتها غير آمنة لما خضت حرب تاتة وسبعين وحققت مبدأ الحدود الآمنة هزمت في هذه الحرب إذن دي جزيلا أنا أخفلتها بس في الأول مبدأ الحدود الآمنة أو نظرية الأمن الإسرائيلي نظرية فاشلة شكراً وآسف للتانت سيد العميد دكتور أحمد من توالي مسلشارة كدمية العسكرية المصرية وعدو هيئة التدريس وعدو التحاد المؤرخين للعرب شكراً لحضرتك لتخفض حضرتك وتانت